اهلا بحضراتكم في هذه التغطية في ضربة امنية مؤثرة نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص نشاطه في تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزات كمية كبيرة من مخدرة الهيدرو ويقدرت قيمتها المالية بحوالي 120 مليون جنيه لتفاصيل اكتر عن الضربة الامنية هيكون معانا الزميل محمود عبدالراضي رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع اهلا بك استاذ محمود معانا على تلفزيون اليوم السابع اهلا بك اهلا بك في البداية محتاجين لنا يعرف تفاصيل اكتر عن هذا التشكيل العصابي شديد الخطورة اهلا بك عدرتك يعني في بعض القرارة بيجباليها مواد معينة منظنها تجارة المخطرات بطلطة بلاد بطلطة الصيفية بيحاول تدار التجار او منظفه بطلطة ضخمة من المواد المخطرات في الفترة الصيفية بيستهدفه بعض الشباب وفئات العمرية الشبابية حسنا كده اه هناك لنصاص مخصص لمخطر المخطرات خلال هذين ايام اللي ادرت النصاص ببعدد كبير من السابعات اكتر وصولها للشباب وامل قطعة في المشارع سناخرها يمكن شحنة لحضرتك تتضز الحديث عنها ان كانت وردت معلومات لاجهزة الامن نفذها ان يعني في شحنة قادمة تستهدف البلاد في عدة اماكن مختلفة تم تنسيط ما بين مكافحة مخطرات والنجاة الامنية المعنية والفدرات الامن المختلفة ويتم ملاحقة هؤلاء الاصطاص والضبطوم والتحفظ على المغادر المخطر طيب نادر نقول انه المكان كان فين يعني هل الشحنة دي كانت مهربة من الخارج ولا يعني القصة حصلت ازاي طيب هاز دي شحن بتكون جاية من الخارج احيانا بتكون جاية عن طريق البحر وهو في الاعام الاغلب بتكون احيانا بتكون جاية برا لكن في معظم الحوال بتكون جاية من الخارج عن طريق البحر وبتكون يعني تحت الرغب الاملي وبيتمحي تتبوحها لدى وصولها بيتمحي ضبط القائمين عليها وضبط الاشباط اللي بيحاولوا ترويج هذه المواد المخضرة عشان حماية شبابنا من براك الاجتماعي طيب الشحنة دي مثلا يعني اتقابد على التجار في المكان الجورافي اللي اتقابد على التجار في المتاح ان احنا نتكلم عن القصة دي يعني اه زي ما قلت لحضرتك هي كانت شحنة ضخمة كانت تهدف عدة اماكن وهؤلاء الاشفاص تم نضفهم في عدة اماكن مختلفة انه زي ما قلت لحضرتك وهو تشكيل عصابي مخضرة بهذا التشكيل مكون من متموعة من الاشفاص موجودين في اماكن متطرقة ولكن رأسه وجوده في هذه الاماكن اللي ان كانت دينهم وسائل الاخصالات الاجهزة الابنية رصداتها وادرش انها تضغط هؤلاء الاخراض جميعا وانسان الموجودين في عشي الاماكن طيب حابين نتكلم على نوع المضبوطات اه المواد المخدرة اللي تم دبطها زي مولت حضرتك هو النوع من المخدرات الهية الهيدرو وهو النوع من المخدرات التخليقية لعندنا نعين من المخدرات المخدرات الصبيعية اللي يتم ذراعتها زي نافيون زي بعض زي البنكو هذه المواد تتبع المخدرات الصبيعية لكن هناك المخدرات الخلقية بيتم تفتحها من قبل بعض دجار المخدرات وللأسف في المواد المخدرة بتكون أصعب على المتعاطين ويتمسكت في تدمير كامل للجهاز العصري للجسد والكثمينين بعد فترة معينة بيتحولوا الأصخاص العدوانيين بيتكبوا قرائب بيكونوا عندهم شراسة لفترة الجم بيسهاروا وقت طويل جدا ما بيناموشين لعجل ساعات محددة بيكونوا دايما متوترين بيكونوا أشخاص عصبيين يعني دي من ضمن الأعراض ما هو عندنا المواد المخدرات طيب أستاذ محمود قيمة هذه المواد القيمة المالية للمواد المخدرة اللي تم ضبطها نقدر نقول أدي إيه بالزر قيمة هذه المواد اللي تم ضبطها بتقدر بأكثر من مليون من 120 مليون جنيه وده بيدل على كم الضخم في البواد المخدرة اللي بيكان بيسمي اتداب بها شبابنا واضح من في التكنية الضخمة اني كان هيستهدف بها عدد أماكن زي ما قلت حضرتك مش محافظة واحدة ولكن عدد محافظات لكن يطلقوا ان اليقظة الأمنية حالة دون يعني تحقيق هؤلاء التجار في مقاربهم وتوزيع هذه المخدرات في عدد أماكن المخدرة طيب العقوبة المنتظرة يعني في هذه الحالة تقل القانون هتكون ايه؟ العقوبة هنا تتراوح مبين بسم الموابة 25 سنة ومبين الاعتام شان الصدر طيب الزميل محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث في اليوم السابع بنشكرك على تواجدك معنا على تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا من حضرت